في أربيل لم يكن هناك هجوم على ما يقال على مناطق أهلة بالسكان إلى ما يقارب 300 متر من هذا الموقع لا يوجد أي بيت أو أي سكن وأن أتحدى من يقول ذلك إن كان ذلك فيمكن أن يبرزوا الصور أو يدعو المراسلين ليلاحظوا هذه المنطقة نعم هذا الموقع كان بيتا لكن كان بيتا لمن يقول الكثير من العمليات لصالح إسرائيل يا سيد شريعة مداري خليني أكمل خليني أكمل لم يقتل في هذه العملية لم يقتل في هذه العملية أي امرأة أو أي طفل مطلقا من يقول ذلك يا سيد شريعة مداري أنت تتحدى على الهوى أنا سأعرض لك الآن إذا الشباب سأعرض لك الصور فيما يقولون عوائل قتلت ما معنى العائلة يا سيد شريعة مداري ما معنى العائلة يا سيد شريعة مداري أنا أعيد السؤال عليك بصيغة أخرى أنت تكذب الحقاقة التي تقول بها الحكومة الغراقية وتتحدى والصور والتشيع الذي صار في أربيل لعوائل وليأطفال وتتحدى كل هذا وتفوت بعيوننا إذن أنا أدعوك غدا أن تأتي لأربيل باسم الحكومة الغراقية وترى بأم عينك لا داعي لأن أأتي إلى أربيل إبراز الصور والوثائق التي تدل على قتل الأطفال والنساء أبرنوها تنتهي المشكلة يا قسم الأخبار الآن احتراما لرغبتك رغم ألمنا ورغم ما نحن فيه من مأساة سأعرض لك وللشعب الإيران الصور للضحايا وللأطفال وأرجالك بعد أن تعرض الصور يا سيد شريعة مداري لا توجد ضحايا لا أطفال ولا نساء أنا أكرم أنت ضيفي أربعة أشخاص قتلوا وفقه وفق الغيان الرسمي الصادر من قبل حكومة إقليم كردستان أربعة أشخاص قتلوا وليس فيهم لا امرأة ولا طفل ولا عائلة هذا هو الغيان الرسمي الصادر من إقليم كردستان يا سيد شريعة مداري رجل أعمال كردي وضيوفه وابنته وأطفاله قتلوا في بيتهم نعم رجل أعمال لا 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 لم يكن هناك العائلة لم تكن هناك يا أخي ابنته معه لا 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 أصلا غير صحيح الرجل الأعمال قتل رجل الأعمال قتل وهو عميل للكيان الإسرائيلي وتاريخه معروف يا طيب وإذا أردتم يمكن أن نبرز الوثائق على كل ذلك أنت لا تحقق باسم الحكومة العراقية حتى تفرض علينا وثائق منك أنا سأطالب أنا سأطالب لا 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 أنا لا أتحدث لا باسم الحكومة العراقية ولا باسم الحكومة الإيرانية نعم لكن أنا بدوري كخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية سأقف وأطالب حكومتي أن تبرز الوثائق طبعا هي أعلنت ذلك أبرزت الصور مع احتراماتي لحكومتك يا سيد شريعة مداني إيران كانت أول من أبرز الوثائق على ذلك نعم جاء لكم السيد قاسم العراجي مستشار الأمن القومي وقدم لكم في فرشة أمام مستشار الأمن القومي الإيراني على التحقيقات وانتقلت لجنة إلى أربيل وقدموا لكم كل ما يثبت لكن أنتم لا تصدقون مثل ما قلت أنتم تمارسون هذه الهواية على شعبنا طيب سؤال صورة الطفلة من يقول أن هذا التاجر لم يكن له طفلة المهم أن تأتي لنا بصورة في المستشفى إن كانت هذه الطفلة جريحة أو قتلة أو ما إلى ذلك يعني أنا مثلك إعلامي وأعرف القضايا وما أنت تحتاج حتى لو أتيتك حتى لو أجبت لك الديان أي مالات لن تصدق حتى لو أجبت لك صورة قيد لن تصدق وإذا أوقفتك على قبل لن تصدق هذا إفتراء هذا إفتراء نحن أبناء الدليل هذا إفتراء نحن أبناء الدليل ونحن نمي ماشي أسا يجاوبك السيد المستشار للسيد النائب يسمحوني الإخوة أن أكمل حديثي أو لا أكمل أنا جاوبه أنا يسمحوني خليني ما كملت ما كملت كمل سيد كمل كمل عفو كمل أستاذ العزيز كمل أنا لم أتدخل في أنا لم أتدخل في الشأن نعم نعم سيد مداري لا حوله ولا قوة نعم سيد مداري هذا لم أتدخل في الشأن العراقي مطلقا بالعكس الذي اتهمني بالتدخل في الشأن العراقي هو الذي تدخل في الشأن الإيراني حينما قال أين الحرس الثوري ولماذا لا يرد على الغارات الإسرائيلية وا 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 إلى ذلك أنا أخذ الإجابات على سيدك يبدأ قسم يجاوب عليه السيد الدوبرداني وقسم يجاوب عليه السيد المستشار بس باختصار فدوة حتى تكمل الحلقة سيد شيروان الرجل عند هذه التساؤلات بحاجة إلى إجابات أستاذ نجم هل من معقول حرس الثوري يعلن عن قصف 24 صاروخ باليستي على مد شخص جاسوس والرجل حسب ما قبل فترة ومن خلال هاليومين يملك أكثر من ملياري دولار أمريكي كالرصيد كرجل تجاري يعني يملك أكثر من ملياري دولار أمريكي محتاج لشير جاسوس الموسات ودزع عليه 24 صاروخ باليستي حتى يقتل جاسوس هم قتلوا جاسوس الحقيقي هاي الطفلة العمر هالسنة اسأل الآسايش راجع الآسايش راح تدخل هذا أسأل أنت ما تعلمني أسأل وما أسأل أنت أسأل نفسك وجوب أتكلم في شيء منطق العالم مصدقه الأمر الآخر إن كنت شاهدتوا على القناة الفضاء قبل فترة ترامب أعلن إيران استأذنت من ولاية المتحدة عام 2020 بقيام قصف صاروخي إعلامي رداً ليستشهادوا اختيار قاسم سليماني أو مهدي المهندس هاي خلهم يردون يردون على ترامب داعش أعلنت رسمياً هذا كذب الوافترا كذب الوافترا جاوب جاوب ترامب لا تجاوبني جاوب ترامب داعش أعلنت الأعمال الإرهابية ونحن كعراقيين كرد عندك تثق بترامب أدانة تم إدانة هذا الأعمال الإرهابية جملة وتفصيلاً نعم ونحن أحرص منعدكم من الأمن القومي الإيراني منعدكم لكن أنتم بهذا التصرفات وتدخلات في شأن العراقي وشأن أقليم كدسان كجزء من العراق وإرسال عشرات الصواريخ ودرون من خلال ميليشياتكم وفصائلكم بحجج واهية القوات الأمريكية موجودة وبالتعاون وبالتنسيق مع الحكومة العراقية ليس وجود لجيش أمريكي في العراق مجرد قواعد قيمة في وسط العراق أو في غرب العراق مع الجيش العراقي وقاعدة أيضاً مع القوات البيش مرقة لأن حالياً مثل ما أنتم أسلحتكم أسلحتكم هي أمريكية منذ الحرب العراقية وإيرانية ولحد الآن اليوم الأسلحة العراقية أصبحت عقد وزارة الدفاع مع الأمريكان الـ F-16 والدبابات والأسلحة الخفيفة والهامرات خلي شيد المستشار تجهيز أمريكي فمن الضروري أن يكون هناك وجود قوات أمريكية للتدريب والتسليح والصيانة ما موجود اليوم جيش مثل ما تتكلمون تقصفون قوات أمريكية أو غير أمريكية أنت أجبت على جملة من الأسلحة التي طرح السيد شريعة مداري